من هنا أخذت شعلة الثورات العربية جذوتها حين أضرم التونسي محمد البعزيز النار في جسده لتتحول هذه الشرارة إلى احتجاجات وثورات واسعة بدأت بتونس فأطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وامتدت إلى معظم الدول العربية تحت اسم الربيع العربي الاحتجاجات التي بدأت منذ عام 2011 جاءت نتيجة الركود الاقتصادي وسوء الأحوال المعيشية إضافة إلى التضييق السياسي وسوء الأوضاع عموما في البلاد العربية وسرعان منتشرت هذه الاحتجاجات بسرعة كبيرة عبر عدة بلدان عربية رافقها نشوب معارك بين قوات الأمن والمتظاهرين أسفرت عن وقوع الكثير من القتلى والجرحى واعتقال الآلاف من المواطنين واستمرت هذه الاحتجاجات والثورات التي ارتفع فيها صوت الشعب يريد إسقاط النظام لكن لم تتحقق جميع رغبات الشعوب بما كانت تتمنى الشعب يريد إسقاط النظام فسقطت عروش وبقيت أخرى ولم تقطف هذه الثورات ثمار تلك التضحيات إلا النزر اليسير هنا وهنا فما زال الوضع الاقتصادي سيئا والظروف المعيشية والاجتماعية تزداد سوءا مع التضييق السياسي على الشعوب فالثورة السورية التي أعطت الكثير من الدماء وعانى أهلها القصف والتهجير والتشريد تقف اليوم أمام تحديات وانعطافات كبيرة ووجل مما تخبيه تصريحات الولايات المتحدة بالانسحاب من سوريا وما أعلنه المبعوث الأمريكي جيمس جيفري من أن بلاده لا تسعى إلى التخلص من بشار الأسد وفي اليمن يبدو أن هناك اتجاه أممي لتسكين هذا الملف في حين ما زلت ليبيا منقسمة على نفسها بينما الوضع مستيب لما أسماه مراقبون الثورة المضادة في مصر هذه الصورة المشهدية للمنطقة العربية تثير الكثير من الأسئلة لعل في مقدمتها هل انحسر المد الثوري العربي وتوقف قطار الانتفاضات في المحطة السورية أم أن سماء المنطقة ملبدة بغيوم سياسية واقتصادية واجتماعية تنظر بعاصفة جديدة من الاحتجاجات وحده الزمن كفيل بالإجابة على ذلك